حتى الناس اللي ما تقدرش تجيب البروتين الحيواني بيباي فيه عندنا الكوكتيل بتاع البروتين النباتي اللي لو فيه هنا حمضة أمينة نقص الحمضة الأمينة التانية بيكمل يتعوى واشخط طبعا عندنا الكشري الكشري ده مصر مقارونا وعدس بكمل كل عنصر منهم بيكمل الأحماض الأمينية خلاص أنا وصلت لبين ساميه الكمبيمانتري فود كمبيمانتري بروتيين فانا كده وصلت بزبط طب الحاجة بتتكلمي على الست الطبيعية اللي ما فاش عندهاش أمراض تانية بتحتاج لها احتياجات أخرى ولا عندها نقص طيب نشوف بقى محضرنا إيه بقى للحامل أو اللي هتبقى حامل من الأشهر الحاجات اللي نقوم بتبقى محتاجاها زي ما بنقول اللي هي الأملاح المعدنية الحديد بيزيادة أنا بيحتاج كمية معينة بزودها في الحملة لغاية 27 مصر جرام في الحديد الزينك بيحتاج زيادة حمد الفوليك بيحتاج زيادة حمد الفوليك أنا كده كده دكتور بتاع الناس اللي بتتابع معايا بيزود لها حمد الفوليك علشان ما بتقدرش إنها تجيبه كله طيب من أشهر الحاجات اللي فيها حمد الفوليك وفيها فيتامين وفيتامينات وحديد عندنا البقليات حمص أو عتس أو فصول يبيضة ممكن نعملها في السلطة أي سلطة مكونة من البقليات بحط منها الخضار اللي هو أي خضار برضو أخضر زي الفلفل الكزبرة البقدونس البقدونس أي خضار بحط معها فلفل وجذب ألوان حبوب وخضار وخط عليها بملح بسيط وبزيط أغاعي اللي هو البنات أو الأمهات هي عندنا نسمينها صلطة الحمص حمص مسلوق فلفل ألوان مقطع كزبرة خضرة جرجير ملح لامون وشوية زيت الزيتون ليه زيت الزيتون علشان الأوميجا علشان الأوميجا فإحنا مش أوميجا سكيو بس إحنا كل الموفة اللي بنسميها الأحماض الدهنية الغير مشابعة كلها زيت الزيتون موجود لا مش كلها بس أنا أظن أن زيت الزيتون جزء منها زيت الحار ممكن أرش شوية بزور كتان زي ما قلت لنا قبل كده بزور الكتان في حاجات تانية بقى كتيرة بس بتبقى غالية شوية زي الكنوة وممكن أحط البورل ممكن أحط حاجات كتيرة قوي بتخليه للسلطة دي غنية لكن أهم حاجة عصرة اللمونة عشان امتصاص الحديد اللي موجود في الخضار الواقي اللي هي فيها فيتامين جيم اللي بيساعد الحديد أنه يمتص من الجزء بيزود الفعالية بتاعته ممكن لتوصل ل 15% كمان برضو من ضمن الحاجات اللي أنا محتاجها الأحماض الحديد اللي موجود في الفواكه المجففة يعني ممكن صلطة زي صلطة الزبادي ممكن أبتدي أعمل الزبادي أحط عليه معلقة من الزبيب صلطة الفواكه مجففة عبارة عن زبادي معه أراسية أو زبيب أو مش مش مجفف أي نوع فواكه مجفف لأنها تبقى غنية بالحديد وفي نفس الوقت كمان أليف وفي نفس الوقت برضو أليف وبس المهم إن أنا أخدها وخلال السعرات الحيارية اللي أنا طلبها للبنت دي أو للأم دي صلطة زي دي وتتعشى بيها أو تاخدها سنيك في وسط اليوم أنا كده إديتها كالسيوم وإديتها خديد مش محتاجة سكر مش محتاجة سكر خالص أليف كمان علشان الأم الحامل بيحصلها أحيانا بيبقى عندها إمساك فالأليف ده هي تحتساعد في إمتناع الإمساك واجبة تانية ممكن أخدها لو هي مش عايزة تاكل ممكن أشربها أنا كده نتكلم على اللي بتتحضر للحمل الاتنين اللي بتتحضر والحمل وبالذات في أول حاملة فواجبة بردو تانية لو هي مش عايزة تاخد الزبادي ممكن أخد الطمر بدل ما أحط أراسيا وزبيب أحط الطمر في اللبن مع معلقة عسل أنا بردو كده خدت صمرتين الفكحة بتوعي مع الكرسل ده كمكتيل زريف يا جماعة برع اللبن والطمر وعسل أبيض بينضربوا في الخلاط طيب هو الطمر فيه سكر ليه حضرتك حطتي عسل أبيض؟ لو أنا حطيت الكمية بتاعتي أقل العسل الأبيض بيبقى فيه بعض المواد اللي بتتأوي المناعة فأحنا دلوقتي أنا محتاجة المناعة بتاعتها أن أنا أقويها يبقى أنا دلوقتي معلقة العسل دي طول ما أنا حزبها من الصعرات الحيارية اللي أنا بزبط علشان ما سبب ليهاش إنها تقشش